على مدار السنوات الأربع الماضية عملت هذه الحفارات الإسرائيلية في سباق مع الزمن لبناء جدار حدودي فوق الأرض وتحتها على طول الصياج الأمني مع قطاع غزة يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيحد من تهديدات أنفاق المقاومة الفلسطينية ويمنع عمليات التسلل قرب الحدود رغم ذلك تقول الفصائل الفلسطينية إن الجدار لن يمنعها من تطوير قدراتها القتالية بناء الجدار واستكمال بناء الجدار المقاومة الفلسطينية ترقب وكتاب القسام ترقب هذا الأمر كما هناك استعدادات لهذا العدو أظن هناك استعدادات كثيرة جدا للفصائل الفلسطينية وعلى رأس كتاب القسام لرد على هذا العدو هذا العدو لا ينام ليل ولا نهار أيضا المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة فلسطين لا تنام ليل ولا نهار ولاك إعداد من الجانب الصهيون وإعداد من الجانب الفلسطيني الجدار الإسمنتي الممتد على طول أكثر من 60 كم من الحدود البحرية والبرية مع غزة تقدر كلفته بنصف مليار دولار وهو مزود كذلك بتقنيات ذكية للكشف عن أي تحرك قادم من غزة إنهاء إسرائيل للجدار العازل مع قطاع غزة سيكون له تأثير على المقاومة والهدف كان من شاءه الحد من قدرات المقاومة على العمل وفقاً لاستراتيجية الأنفاق والتي تمتد إلى ما وراء الجدار العازل إحاطة قطاع غزة بجدار إسمنتي حصين تعول عليه إسرائيل في ظل التخوف من اجتياز أنفاق الفصائل الفلسطينية إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لحدود الكطع إعلان الجيش الإسرائيلي تشهيد جدار إسمنتي فوق الأرض وتحتها على حدود غزة يتزامن مع تلويح فصائل فلسطينية بالتصعيد مجدداً وصولاً إلى الخيار العسكري أمر يجعل من هذه الحدود بحث اقتبار جديد للتهديئة السرية بين الطرفين منذ الحرب الآخرة سامي برهوم تيارتي عربي كطاع غزة